حول آخر تطورات مع عبر الأقمار الصناعية من درع مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير إضافات لما أوردناه وأي جديد؟ نعم مساء الخير اليوم كان يوم دامي على محافظة الدرع حيث شهدت أحياء درع البلد قصف ممنهج من قبل المدفعية التابعة لقوات النظام السوري وأيضا اشتباكات في حي المنشية والجديد بالذكر أن يوم أمس كان أيضا يوم دامي حيث استهدفت قوات النظام منطقة الشياح بالبراميل المتفجرة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال ونساء هذه المنطقة التي هرب إليها سكان أحياء درع البلد بنتيجة المعارك الدائرة في أحياء درع البلد معارك الموت والمذلة بالتحديد في حي المنشية ونتيجة الاستهداف المباشر لأحياء درع التي تكتظ بالسكان هجر الأهالي بيوتهم إلى العراء حيث كانت قوات النظام أيضا لحيقتهم بالبراميل والقنابل العنقودية وبالعودة إلى التفجير الذي حصل اليوم في ريف درع الشمالي الشرقي على طريق الواصل ما بين ناحة وبصر الحرير حيث زرعت قوات النظام عبو ناسف استهدفت سيارة لأفراد من جيش الحر وبعدها بربع ساعة أيضا تم استهدف سيارة الدفاع المدني التي أيضا كانت متوجهة إلى مكان الحالة الإسعاف المصابين كانت أيضا مستهدفة من قبل عبو ناسفة أخرى بنفس المكان أيضا أرض قتلى من عناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى قتلى من عناصر الجيش الحر في تلك المنطقة لا سيما أن النظام في الفترة الأخيرة يتبع هذه السياسة عبر الخلايا المنتشر له في المناطق المحررة التي تقعتها سيطرة المعارضة على زرع العبوات الناسفة على الطرق التي تكون قريبة من مناطق سيطرة النظام وبالتحديد خط طريق الصورة الغرية حيث قوات النظام تبعد عنه مسافة واحد كيلومتر في بلدة خربة غزالة أيضا وفي الطريق الواسطة بين ناحة وبصر الحريرة أيضا هناك مناطق لقوات النظام في كديبة الدور ولا سيما هناك خلايا تتسلل للنظام لزرع هذه العبوات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات عبر أقمار صناعية من درعة كنت معنا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني